من أستانا إلى سوتي تنقل روسيا المحادثات حول سوريا في جولتها العاشرة واستبقت موسكو المحادثات التي تجري للمرة الأولى ضمن مسار أستانا في سوتي بحملة إقليمية ودولية روجت خلالها لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سيطرة ميليشية أسد الطائفية ملفات عدة تطرح على الطاولة في هذه الجولة لعل أبرزها منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب وفيما تزداد مخاوف روسيا من أن الخلافات مع تركيا تنظر بإنهاء مسار أستانا في حال إصرار ميليشيات أسد على مهاجمة محافظة إدلب يرجح أن تسعى روسيا لوضع خريطة طريق مناسبة للنظام والأتراك والإيرانيين لتسوية قضية إدلب وتضمن إنهاء وجود هيئة تحرير الشام وعودة بعض رموز النظام إلى بعض المناطق في المحافظة وتأمين طرق المواصلات إلى حلب ومع توقعات بطرح مسألة المعتقلين والمغيبين في معتقلات النظام والتي غابت أو غيبت في جولات سابقة واصل النظام تسليم القوائم لأمانات السجل المدني تضم مئات من المعتقلين قضوا في سجون أسد في خطوة رأى فيها متابعون أن هدفها هو تفريغ المعتقلات ورفع مسؤولية النظام القانونية عن وفاة الضحايا ترجمة نانسي قنقر